تواصل مصر بذل جهودها في سبيل انفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة هذا وقد عبرت أربعون سيارة محملة بشحنات الإغافية من مصر إلى كرم أبو سالم ضمن المساعدات اليومية التي تعبر إلى الأشقاء في قطع غزة المزيد يستعرض لنا الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البر الحدودي بين مصر وقطاع غزة لازلنا نرصد حركة الشاحنات العابرة إلى قطاع غزة حيث عبرت اليوم أربعون شاحنة إغاثية إلى معبر كرم أبو سالم الذي يبعد عنه نحو ثلاثة كيلومترات في هذا الاتجاه وقد عادت منه حتى الآن نحو ستة عشرة شاحنة مفرغة من حمولتها وعادت شاحنتان بنفس الحمولة من المواد الإغاثية مرة أخرى بعد رفض قوات الاحتلال استقبلها فيما لا تزال بقية السيارات بالداخل نرصدها لحظة بلحظة وقت خروجها والذي لا نتبين متى يكون خروج بقية السيارات وبالنسبة للمساعدات الخاصة بالمواد الوقود فقد عبرت أربع شاحنات محملة بالغاز الطبيعي هذه أفرغت حمولتها وعادت مرة أخرى فيما لا يزال عدد الشاحنات الإنسانية التي تعبر إلى قطاع غزة متضائل جدا مقارنة بالأشهر السابقة والذي كانت الشاحنات التي تعبر في اليوم الواحد تقدر بالمئات واليوم أصبحنا لا يتعدى المئة شاحنة أو المئة وخمسين شاحنة في الأسبوع كاملا وذلك ضمن التصعيد الإسرائيلي وسياسة التعنط الإسرائيلية ضد كل المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة والذي اقتربنا الآن من دخول هذه الحرب على قطاع غزة يعني هي أيام وتفصلنا على مضي عام كامل لا يزال فيه الفلسطينيون في قطاع غزة المنكوب تحت القصف الشديد والتجويع وممارسة شتى أنواع العنف ضده من قبل قوات الاحتلال فيما أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة بأنه الآن ومع اقتراب فصل الشتاء ومع ترقب منخفة جو يضرب قطاع غزة يحتاجون إلى الكارفانات ويحتاجون إلى دورات المياه المتنقلة الجاهزة ويحتاجون إلى مساعدات تخص بالنساء وتخص الأطفال هناك في القطاع الذي يفتقر إلى أدنى الدرجات إقامة حياة طبيعية لإنسان طبيعي هناك فلا يوجد صرف صحي البنية التحتية مدمرة بالكامل ووزارة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي بالسماح بإدخال هذه المساعدات التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل وفوري من أمام معبر رفح باسم أبو العنين تلفزيون المصري